مرحبا ديف لنك كيف تفعل؟ ان شاء الله انا رب تكون ضعفة وصحواتنا معافية يا رب مرحبا في هذه اللحظة التي تتحدث عن قمانات و سؤال طبعا هذا استكمال لنا دعنا نعلم الثاني من قاعدة رب تتحدث فددارك يا شباب أرجوك إذا أردت إلى المعلمات الأساسية نصحكم لكم ترجعون لل رب تتحدث عن المعلومات الأساسية في كيف تعمل كمانات و سؤال يعمل حسنا خذنا نرى الأمثلة التالية هذه ماذا تفعل؟ أخي سألني عما كنت أفعله لاحظ ماذا تفعل؟ هنا دارك سؤال لكن إذا أردت أن تقل السؤال يكون أخي سألني عما كنت أفعله في انجليش ماذا تفعل؟ إذا أردت أن تقل هذه السؤال أخي سألني ما كنت أفعله فلاحظ هل تفعله؟ تصبح I was done لأننا قلنا في المعلومات السابقة في المعلمات الأساسية المعلمات الأساسية قلنا أن المعلمات الأساسية المعلمات الأساسية تحول إلى المعلمات الأساسية أساسية هو سأل ناخذ مثال ثاني كن هادئا لتلاحظ هذا يعتبر طلب أبي طلب مني أن أكون هادئا In English we can say that Be quiet My father asked me to be quiet لاحظ هذا طلب أغلق الباب Request لاحظ المثال التالي أغلق الباب الأستاذ أمرني أن أغلق الباب In English you can say close the door The teacher told me to close the door صحيح صحيح إذن عندنا ثافت الأساسية we try to report the questions and request also commands أو و اغلق الباب أو أغلق الباب أو مجرد أو مجرد بالإضافة إلى whether بالإضافة إلى if بالنسبة للrequest Asked طلبة هنا سأل هنا طلب أما بالنسبة للcommands told بالنسبة للquestions طبعا نحن عندنا حالتين عنوعين إذا كان WH questions فلها طريقة في الريبورت Where are you going أين أنت ذاهب نحب أن نسوي الريبورت الطريقة التالية She asked طبعا إذا كانت أمك مثلا For example Where I was going أين كنت ذاهب Okay So again If you don't have the base Or if you forget the basic knowledge Of reporting speech You have to back to the previous lesson To remember that Okay لاحظت سواءنا أضفنا كلمة ask أو ask me It's okay أو want to know Wanted to know أو Wondering It's okay Where I was going Where I was going We were going to In the present Progressive Then you move to past Progressive طبعا بالنسبة إذا كان Yes or no questions إذا كانت سؤال جابة Yes or no مثل كذا مثلا Do you speak English Okay He asked me If I spoke English I would go He asked me Whether I spoke English لاحظت بالنسبة لل Yes or no questions لا بد نضيفها إما If أو whether He asked me If I spoke English هو سأله هل أتحدث الإنجليزية أو إذا كنت أتحدث الإنجليزية He asked me Whether I spoke English ما إذا كنت أتحدث الإنجليزية Okay فإذا Ask me If Ask me whether طبعا Speak The present symbol يتحول إلى The past symbol Okay لو حبينا أخذ برغة مثال Do you play football He wants to know If I played football He wondered If I played football And so on بالنسبة إلى Request If you want to report This kind of statement Like this Could you lend me a pen هل من الممكن أن تعيرني قلمك من هذا طلب Okay If you want to report this He said He asked me To lend him a pen لاحظ Ask هنا لا هنا طلب He asked me To lend طبعا هنا نستخدم شيء اسمه Full infinitive Full infinitive عبارة عن To زائد الفعل في المصدر بدون أي تغير Okay أن أعيره القلم He asked me to lend هما بين مثال آخر مثال آخر Another example Don't take this away Please If you want to report this statement You can say He asked me Not to take that away لاحظ DON'T تصبح NOT NOT TO TAKE مع الفل انفنتي و THIS تتحول الى ذات طبعا هذه الاساسي موجودة في البركيس لسا ف DON'T TAKE THIS AWAY PLEASE تصبح HE ASKED ME طلبة مني NOT TO TAKE THAT AWAY فالجانب الجديد شباب بالنسبة لل YES YES OR NO QUESTION او في حالة الطلبات for example لازم نستخدم FULL INFINITIVE اللي هي TO زائد الفعل في المصدر TO PLAY TO GIVE TO BRING TO WRITE TO OPEN TO CLOSE TO مع الفعل في المصدر حسنا بالنسبة عندنا الكوماند الأوامر أو الامبراتي اللي يسمون الأوامر أغلق الباب افتح النافذة أكتب أرسل الى اخر LIKE THIS SIT DOWN TONY اجلس TONY حسنا تصبح LIKE THIS DAN SAY طبعا دان هذا هو اللي قال الكلمة TOLD TOMY قال لي TOMY TO SIT DOWN لاحظ برضو هنا نستخدم FULL INFINITIVE TO SIT DOWN TO PLAY FOOTBALL TO COME WITH HIM TO GO OUT TO GET IN OK بالنسبة للإمبراتي اذا كان بالنغة اذا كان بالنفي DON'T TELL ANYONE لا تخبر أحدا لا تخبر أحدا تسمح كالتالي لاحظ DON'T تصبح NOT مع الفULL INFINITIVE TO TELL ANYONE حسنا راح ناخذ براكترس هذه القصة مع بعض طبعا مجدد تموز التذكير درسنا يرون how do you can report questions إذا كان طبعا الوح question yes or no question وفي عندنا how do you can report the command and the request كريستوفر قال do you want to play football do you want to play football فهو قاعد يسأل هنا هل أنت ترغب في لعب كرة القدم if you want to report the statement you can say كريستوفر asked me أو سألني if I want to play football لاحظا هنا السؤال yes or no question فنستخدم if سألني عما إذا كنت أرغب في لعب كرة القدم أو لا مثال آخر بتي سألني when did you come متى سوف تأتي لاحظ هنا سؤال WH question مع هنا في الماضي فلاحظ التغييرات راح تسير بتي أس when I had come لاحظ past يصبح past participle تصير الثالث بتي أس أو أس me when I had come طيب السؤال ليش هنا ما حطيت F لأنه بكل بساطة هذا WH question نحط F معه إذا كان السؤال yes or no question اللي بعد مارك سيز هات جون arrived هات جون arrived طيب يسأل نفسك هل هذا السؤال يعتبر WH question yes or no question هذا السؤال يعتبر yes or no question فإذا يكون التحريك التالي مارك سألني if جون had arrived لاحظ هذا في past participle يتغير نضيف كلمة had حسنا بي نحط فيكتور قال will you open the door please طبعا من كلمة please واضح انها طلب هلا فتحت الباب من فضلك كي ف فيكتور asked me to open the door بسبب انها طلب نستخدم full infinitive to open طلب مني ان اسكح الباب كي فضروري جدا جدا وões بالفعل ان school انها نستخدم أستخدم طالد طالد me to stay there أمارني أن أبقى هناك okay don't take this away please برضو هذي واضحنا request وتصبح he asked me not to take that away لاحظة الضمت في النفي ستبح not to take مع الفل and venative okay الآن أريد أن أردتك بقى أردتك بقى 51 because we have exercise on that page so please open your book on page 51 traveler traveler 2 by HQ complete the sentences using report speech طبعا تحدد ما إذا كانت سيبدأي questions وذي كانت question هل هي W or W S question or yes or no question okay و برضو لازم تحدد هل هي the kind of commands or records okay so the first question is what are you eating جيرمي سي ask سي جيرمي أفتني what I was eating لاحظ أن the present progressive ستحول إلى past progressive okay ضي please let me borrow your jacket لاحظ هنا واضح أن طلب they said to her sister قالت لغتين they asked her sister to let her borrow hair jacket لاحظ هنا لأن طلب نستخدم full infinitive to let her and تعيرها jacket to her okay stop right there قف هناك طبعا واضح أن command or imperative the police officers said to demand the police officers told بما أن command تمام to stop right there to stop right there طلب منه أن يتوقف فلاحظ وضفنا بس full infinitive okay مع بقية الجملة do you need any help do you need any help أو أي مساعدة أو أي مساعدة أو أي مساعدة صون ماذا أتيت مبكرا جدا did ask me did ask me وما لاحظ أن واضح أن WH question فما نستخدم F أو whether why I had come back so soon okay فلاحظ أن past past simple خليناها إلى past perfect الماضي البسيط يتحول إلى ماضي تم من خلال إضافة 1 خلال لو term تعني صوت الو كون ه الكون سيج επι sist floss lol كون Sil ف regulations CSV إب Set if you have hay اي اكس اي اي ترجمة نانسي قنقر